الحقيقة أن هناك خطط شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام والاهتمام بالجانب الزراعي وشهدنا في هذا البرنامج الحكومي هناك إطلاق موضوع خطة لتوزيع الحصص المائية بشكل يوفر المياه واستخدام التكنولوجيا في عمليات غير التي توفر أربعة أضعاف المساحة المزروعة من الأراضي باستخدام التقطير واستخدام التكنولوجيا في عملية السقي وعدم الهدر في الثروة المائية لكن ما زالت هناك الكثير من الأنهر غير مغلفة أو غير محمية طبعا كثير من الأنهر غير مغلفة وطريقة السقي القديمة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ونحن يدينا شحف المياه حيث خفضت نسبة العراق ومن 21 مليار متر مكعب التي تأتي من تركيا إلى 9.5 مليار متر مكعب وهذه مشكلة بالنسبة لتنفيذ أي خطة زراعية واسعة أيضا في مجال الأمن الغذائي ذهبت الحكومة إلى توفير أسمدة اليورية ومدعومة بنسبة 50% من أجل زراعة محصول حمطة يعني هنا سيد هيثم هذا البرنامج الوزاري تضمن أيضا دعم الأسمدة بنسبة 50% والبذور 70% هل تعتقد أن هذه النسب ستزيل العوائق أمام الزراعة أم أن هناك عوائق أخرى؟ طبعا هذه النسب سوف تزيل الكمية المزوعة وهي تسهيلات مقدمة للفلاحين وتشجيع لهم على ممارسة العملية الزراعية إلا أن نحتاج إلى خطط مستقبلية لتطوير موضوع الغي وإيجاد البدائل في عمليات الغي والتفاهم مع تركيا وأعتقد أن هناك خطط لزيارة تركيا ضمن هذا الشهر من أجل التفاهم على الحصص المائية وتقاسم الضار 22 سد بنتها تركيا في سد أتاتورك تؤثر كثيرا على حصة المياه المائية خصوصا أن 70% من موارد نجدول الفلاح تأتي من تركيا بالتالي لابد أن نبحث عن بدائل سواء كان بالمياه الجوفية أو استخدام أغش بالتقطير وإدخال التكنولوجيا كما هو موجود في البرنامج الحكومي هذه المرة وإيجاد تحلية بمياه البحر طيب يعني البرنامج الحكومي أيضا تضمن دعم المنتج المحلي والزراعي مع توفير الدعم الكامل لهم يعني هل سيؤدي ذلك إلى تقليل الاستيراد والاستثمار داخل البلد؟ طبعا موضوع الاستيراد يحتاج إلى فرض ضائب على المنتج المستورد من أجل حماية المنتج المحلي لأنه بكل الأحوال أكثر الدول المصدر العراق في المواد الغذائية لا توجد لدينا ميزة تنافسية للتنافس معهم بسبب انخفاض الأسعار إلا أن الدعم الزراعة وأطلقت كميات من الأموال المستحقة الفلاحين في بداية حكومة السيد السوداني والآن تقديم سماد مدعوم وتقديم البذوق المدعومة سيقلل من كل فعال الفلاح مما يسمح له بتخفيض الأسعار وبالتالي تكون له ميزة تنافسية يعني رغم كل هذه المميزات التي قدمت إلى الفلاح لكن نرى أنه ما زال المنتج المحلي يعاني منه من ارتفاع سعره في السوق أكثر من المستورد نعم سياسة الحماية تقتضي أن تكون هناك ضائب على المستورد وأن يوفق دعم أكثر للمنتج المحلي والحقيقة أنه المشكلة الأساسية في موضوع الزراعية المياه التي تتحكم بحجم المساحات المزوعة وبالتالي كمية الإنتاج التي تؤثر على سعر المنتج وإحنا أكثر المنتجات الزراعية تأتي من دول الجوار فربما تكون هناك سبب مباشر لتقليل نسب المياه الواردة للعراقي تستمر هذه الإرادات للعراق لا هو ليس هذا السبب الرئيسي تركيا لديها خطط لبناء السدود من أجل التحكم بحصص العراق المائية وهي بنت أيضا في سوريا في الأناظول وفي أتاتوك 28 سد بحجة أنه إنتاج الطاقة الكهربائية هذا أثر على المنتج إضافة إلى أنه انخفاض قيم العملات لهذه الدول والباكسل ناكة يمكن في السؤال قيمة العملة تجعل السلع أرخص بالنسبة لمنتج العراق الموضوع الاستثمار في هذا الجانب مع وجود الدعم من الدولة للزراعة لماذا لا نفتح باب الاستثمار؟ يعني لا بد أن يكون هناك استثمار أعتقد أنه من المفضل أن يكون هناك استثمار مع تركيا وأن يكون التفاوض على منح عطاءات الاستثمار مقوم بزيادة الأطلاقات المائية حتى تكون هناك مصلحة متبادلة للعراق وتركيا بنفس الوقت طيب يعني هذه مشكلة التجاوزات على الإطلاقات المائية يعني كيف ممكن أن تتم معالجة هذه التجاوزات على أحواض الأنهار؟ هل من الممكن تكليف قوات أمنية ساندة كفيل بإنهاء هذه المشكلة؟ لا أعتقد أنه وضع الخطة لتوزيع الحصص المائية التي أطلقت في هذا البرنامج هي كفيلة بإطلاق حصص عادلة بالنسبة لكل المناطق والمحافظات إضافة إلى أدخال التكنولوجيا في عملية السقي وغي سوف توفر الكثير من المياه لزيادة المساحات المزوعة